اخر عظام الكرنيم هو التيمبرال بونز العضم الصدغي والعضم الصدغي هو عضم مزدوك فيه منه قطعتين رايت وليفت بيتحد التيمبرال بونز مع الاسفنويد علشان يكونوا الميدل الكرنيا الفوسة اللي هي الحفرة الدماغية الوسطى نتكلم بعد كده عن التكوين التيمبرال بونز بتتكون من اربع اجزاء السكوينس بارت وتيمبانيك بارت ومستويد بارت وبيترس بارت السكوينس بارت بيمتد الاعلى علشان يكون الجدار الجانيبي للكرنيم وبيمتد من السكوينس بارت بروز متاجه للامام اسمه زيجوماتيك بروسس بيتصل بالزيجوماتيك بون اللي موجود في عظام الوجه فبيتكون الزيجوماتيك ارش في بداية الزيجوماتيك بروسس بيحتوي على حفرة صغيرة اسمها مندوبولار فوسة وده الحفرة اللي بيتصل بيها الكونديلويد بروسس اوف زا مندوبول علشان يكونوا مفصل التيمجي اللي هو تيمبرو مندوبولار جوينت الجزء الثاني من العظم الصدغي هو التيمبانيك بارت وده موجود تحت الاسكوينس بارت وبيحتوي على الاكسترنال ادوتريميتاس اللي هي فتحة الأزن الخارجية واللي اختصارها EAM موجود خلف التيمبانيك بارت الجزء الثالث من العظم الصدغي وهو المستويد بارت واللي بيحتوي على بروز على شكل امع اسمه مستويد بروسس بيكون على شكل امع لانه بيحتوي من جواه على خلايا هوائية اسمها مستويد ايرسيلز وبيحتوي على جزء مهم اسمه مستويد انترام هنفهمه كويس في كلامنا عن تركيب الأزن نيجي بقى بعد كده لجزء الرابع والاهم في اجزاء العظم الصدغي وهو البيترس بارت او ما يطلق عليها اسم العظم الصخري وده عظم قوي جدا لانه بيحتوي من الداخل على التراكيب والأنسجة الرخوة الخاصة بالأزن الداخلية والوسطى والبيترس بارت بيبقى على شكل هرم بيتكون من 3 اسطح السطح الخلفي بيبقى عبارة عن الجدار الأمامي للحفرة الدماغية الخلفية وبيقع ما بين الاسفنويت بون والاكسيبتال بون وبيحتوي في منتصفه على فتحة الأزن الداخلية اللي هي انترنال اوديتريميتس واللي بيمر منها العصب السابع والثامن من العصاب الدماغية ده غير برضو ان الجدار الخلفي اللي بيطرس بيحتوي على فتحتين الفتحة الأمامية اسمها كاروتيد كنال وده اللي بيمر منها الانترنال كاروتيد أرتري والفتحة الخلفية اسمها جاجولار فورامين وده اللي بيمر منها الانترنال جاجولار في الجاجولار فورامين بتتضخم وبتكون فصة اسمها جاجولار فصة واللي بيمتد منها للأمام ممر أو شرخ صغير اسمه بيتر اوكسيبتال فيشر وده اللي بيفصل ما بين البيترس بارت وف THE تيمبرال بون والفورامين ماجنم اوف THE اوكسيبتال بون أما السطح الثاني للهرم وهو السطح السفلي للبيترس بارت بينتهي ببروز طويل اسمه ستايلويد بروسس واللي بيتصل بمعظم عضلات اللسان وبرضه بيتصل باربطة الهيويد بون بيفصل الستايلويد بروسس عن المستايلويد بروسس فتحة اسمها ستايلو مستايل فورامل والفتحة دي هي اللي بتكون في النهاية الفاشيال نيرف كنال نيجي بعد كده لفتحة مهمة موجودة بين جسم الستايلويد بون وبين كمة الهرم الخاص بالبيترس بارد والفتحة او القناة دي اسمها فورامل لاسرم والفورامل لاسرم بتحتوي على غضروف وبتسمح بمرور الانترنال كروتد ارتري الى داخل الكرينيوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة